اعلنت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عن الفائزين بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم في دورتها الثالثة عشرة للعام 2021 وفاز لهذه الدورة كل من مبادرات من أجل تعليم شامل متوفر للجميع المقدم من المعهد المركزي لتكنولوجيا التعليم التابع للمجلس الوطني للبحوث التربوية والتدريب بالهند ومشروع أوبنغو أكبر فصل دراسي رقمي في أفريقيا المقدم من مؤسسة أوبنغو من تنزانيا وذلك عن موضوع الجائزة لهذه الدورة وهو استخدام التكنولوجيا لتمكين أنظمة التعلم الشاملة القادرة على مواجهة الأزمات وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على الأهمية الكبيرة لهذه الجائزة العالمية التي تفضل بها جلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه وتبنتها منظمة اليونسكو مشيرا إلى أن العدد المتزايد للمساهمات والمشاركات التي تتقدم بها دول سنويا للتنافس على هذه الجائزة يؤكد مدى أهميتها في خدمة الإنسانية من خلال التعليم والسمعة الكبيرة التي وصلت إليها على الصعيد الدولي وأوضح الوزير أن الاحتفال الذي ستقيمه اليونسكو في مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين سيشهد تسليم الجائزة للدول الفائزة خلال الدورتين السابقتين وعددها أربع دول وللدولتين الفائزتين في الدورة الحالية هذا وقد تم اختيار الفائزين بالجائزة من بين 111 ترشيحا قدمتها 58 دولة من الدول الأعضاء باليونسكو وثمان منظمات غير حكومية بناء على توصية لجنة تحكيم دولية مؤلفة من خبراء عالميين في مجال التعليم من مختلف دول العالم